بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في الفيديو ان شاء الله سيكون معنا بيان عاجل من وزار التربية والتعليم بخصوص البحث وبخصوص الدبلومات الفنية تعبوا معي الفيديو للنهاية وساشتعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة وزار التربية والتعليم قالت ان 15 مايو دي هتكون اخر مهلة لاستلام الابحاث بالنسبة لطلاب النقل وثالثة اعدادية تعالى نشوف مع بعض تفاصيل الخبر وزار التربية والتعليم حددت يوم 15.05 هذا هو بداية استلام الابحاث بالنسبة لطلاب النقل من اول ثالثة ابتدائي لحد ثالثة اعدادية بالنسبة لالية وطرق تسليمه لسه سيتم الاعلان عنها 1.05 ان ازاي الاولاد يسلموه ممكن ان هو يتعامل الكترونيا وممكن ان هو يتعامل ورقيا مفيش اي مشكلة خالص ولكن الاهم ان يتم عمل البحث بالنسبة للامتحانات العادية قالت ان هيكون فيه امتحانات ورقية بالنسبة للطلاب اللي مش هيقدمه البحث الامتحان الورقية دي تبقى قبل السنة الجديدة وطالبت الوزارة الطلاب ان هم يخشوا على منصة ايدمودو ويتفاعلوا فيها ويبتعدوا عن شراء الابحاث علشان لو اشتروا الابحاث هيتم رفض البحث بتاعهم اما وزير التربية والتعليم اكد ان معلمي مصر والطلاب او ملايين الطلاب سجلوا على منصة ايدمودو وقال لك ان عدد المستخدمين للمنصة حوالي 10 مليون من بينهم مليون مدرس و8 مليون طالب ونص مليون ولي امر واختتم وزير التعليم حديثه قال ان ندل على شيء يدل على حرص المنظومة التعليمية على الانخراط في التطوير وفي الختام بما اننا في تاني يوم من شهر رمضان الكريم فمعنا معلومة رمضانية الصيام بيقلل من خطر الاصابة بالامراض المزمئة اللي هي الخاصة بالتمثيل الغذائي وكمان مش بس كده بيساعد على فقدان الوزن وتحسين نسبة الكولوستيرول اما بالنسبة للخبر التاني الخاص بالدبلومات الفنية وزير التربية والتعليم الدكتور طريق شوئي اعلن تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية خلي بالكم اللي هي كانت هتنطلق في 16.05 وزير التربية والتعليم قال على صفيته الشخصية على الفيسبوك ان الامتحانات هتعقد يوم 13.06 خلي بالكم هتبقى يوم 13.06 وهتستمر لحد 19.07 وجدول النهاية ان شاء الله هينزل يوم 15.05 يبقى الدبلومات الفنية اتأجلت بعد ما كان مقارن هي هتنطلق او هتبدأ يوم 16.05 لا هتبدأ 13.06 تبقى معنا ان شاء الله وهنزل الجدول يوم 15.05 شكرا لحضرتكو والسلام وعي طريقين